اللي بيتكلم فيه على الناس دي كمان احنا كل يوم بتشوف حقائق ومهمة كمان عايزة اقول لكم قولتها يمكن اول يوم في رمضان اول يوم في حلقة لالاختيار قلت لحضراتكم ما يتم قدامكم في هذا المسلسل هذه وسائق امن قومي تم الافراج عنها لانو الكلام ده كان مهم الرأي العام يشوفه رأي العام يشوفه لان ده جزء من الادلة والوسائق اللي موجودة لدى مؤسسات الدولة يتم رفع السرية عنها الدولة اللي هي بتشوفه عايزين نرفع السرية عن الفيديو ده النهاردة او بكرة او نأجل ده طب ما هالفيديوهات دي بقى لها سنوات طويلة حد نشعرتها ما كانش وقتها بس النهاردة وقتها انو يتم رفع ايه السرية عن ما تراه الدولة في صالح الدولة ومصاحة المجتمع عشان ايه حتى لا ننسى عشان نعرف ما الذي كان يدور في الغرف المغلقة وجاب كمان عصام سلطان وجاب سيرة عصام سلطان مش هيسكت يعني مهم الكلام ده الناس تبقى عارفة بس عارفة ايه الحكاية البلد كان بيتعمل فيه ايه ومع بعض بيقسمه ازاي وخارط بيضيف له كمان معلومات واخيرا يعني كيس الجوافة تكلم وبيتكلم اللي هو محمد مرسي طبعا كيس الجوافة اخير بينتق وبيتكلم بيوضح وبيقول لك بيعمله وبيساوه وقال لك ايه محمد نور والشام الصفقة كانوا بيتعامل معامل الدولة بس انا محمد بيقول بطلت هو بي مرسي بيقول ان محمد نور بيقول له انه بطل فخارط قال له لا ده اسمه ايه كمان ده الشام متجاوز اجنبية وبتكلمه عن مؤتمرات اللي عاملينها والبرلمان انهم يرقبوا البرلمان دول الاخوان دول الاخوان ودي تفاصيل وجزء ده خلي بالكو ده حاجات بسيطة قوي دي قشور بالمناسبة اللي بيتعرض قشور شوفوا كلنا وحالة الانبهار ده قشور قشور من اللي موجود قشور من الوسائق والحقائق والادلة اللي موجودة لدى مؤسسات الدولة مؤسسات الدولة لما حلوا امن الدولة كانوا فاكرين امن الدولة الناس قعدت في البيوت وكانوا فاكرين الاجهزة التانية ما بتشغلش اجهزة التانية بتشتغل محدش بط محدش توقف محدش توقف عن العمل اتوقف عن العمل ليه؟ عشان ايه؟ عشان اخوان عشان اشراكين سوريين عشان ستة ابريل عشان مجموعات تخريبية فوضوية دولة الدولة تقوم وقامت النهاردة البرلمان كان فيه منقشة ليه الدولة